بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم درسنا اليوم تكبير وتصغير الأشكال أهداف الدرس أن يرسم المتعلم تكبير شكل باستعمال التربيعات أو تصغير شكل باستعمال التربيعات لنبدأ بأكتشف من بين المستطيلات المرسومة مستطيلان يمثلان تكبيراً للمستطيل أ لاحظوا معي المستطيل أ كما عدد التربيعات في المستطيل أ أفقياً واحد اثنان ثلاثة أربعة عمودياً لدينا واحد اثنان 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 اي المستطيلات هي عبارة عن تكبير للمستطيل أ سي سي لا لأن السي أصغر من أ دي لا كذلك الدي أصغر من أ اثن اي من هذه المستطيلات يمثل تكبير لأ لاحظوا معي لاحظوا معي عدد التربيعات في المستطيل B هو أفقياً واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة أي أنه ليس بتكبير للمستطيل أ المستطيل أ واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية ونعلم أن أربعة في اثنان تساوي تمانية عدد المربعات في أ عمودياً هو اثنان اثنان في اثنان أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن فالمستطيل أ يمثل تكبيراً للمستطيل أ أ إذن أ لنتقل إلى المستطيل أف عدد المربعات أفقياً في المستطيل أف هو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ونعلم أن أربعة في ثلاثة تساوي إثنى عشر وعدد المربعات عمودياً هو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة واثنان في ثلاثة تساوي ستة إذن أف إذن أف هو تكبير للمستطيل أ أجد معامل تكبير كل منهما أ واثنان واثنان عدد المربعات أفقياً هو إثنان إذن أربعة في كم لكي نحصل على تمانية في إثنان وإثنان في كم لكي نحصل على أربعة إثنان إذن معامل تكبير أ هو إثنان عدد المربعات أفقياً لأف هو إثنان عشر أربعة في كم لكي نحصل على إثنان عشر ثلاثة وعمودياً إثنان في أ وستة في أ إثنان في كم لكي نحصل على ستة في ثلاثة إذن معامل تكبير أف أو معامل تكبير أ لكي نحصل على أف هو ثلاثة بأ مستطيل له أو مستطيل يمثل تصغيراً لشكل أ الأشكال الأشكال الأصغر من أ هي الس والدي أي من هذه الأشكال تمثل تصغيراً لأ واحد اثنان ثلاثة الشكل الس به ثلاث مربعات أفقياً لكنه حافظ على نفس مربعات عمودياً إذن لا يمثل تصغيراً لشكل D كم به من مربع؟ كم به من مربع؟ واحد اثنان أي أنه يمثل تصغيراً للشكل أ واحد في كم لكي نحصل على اثنان عمودياً في اثنان واثنان في كم أفقياً لنحصل على أربعة؟ في اثنان إذن D يمثل تصغيراً للشكل أ إذن نكتب D معامل تصغيراً هو إثنان السعين في كل حالة بجدول كالتالي متخذاً U وحدة لقياس الأطوال معامل التناسب هو أولاً أولاً لنملأ الجدول المستطيل A أين هو المستطيل A؟ طول المستطيل A كم هو طوله؟ واحد اثنان ثلاثة أربعة أي أربعة U وحدة U تمثل خانة واحدة أو طول خانة واحدة عرض A واحد اثنان إذن عرضها هو اثنان لحساب مساحة المستطيل A نقوم بحساب عدد المربعات أو بضرب الطول في العرض مساحة المستطيل هي الطول في العرض أربعة في اثنان تساوي تمانية مساحة المستطيل A أولاً لنتعرف على طول المستطيل A طوله واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية إذن طوله هو تمانية وعرضه وعرضه واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن العرض يساوي أربعة لحساب المساحة نقوم بحساب المربعات أو تمانية في أربعة تساوي اثنان وثلاثون إذن قمنا بحساب الطول والعرض والمساحة بأتماد الوحدة أي أن الطول هو هنا أربعة تمانية اثنان اثنان أربعة وهنا مساحة بالنسبة للمساحة تمانية كاري اثنان وثلاثون كاري النسبة لمعامل التناسب نعتمد على معطيات الطول والعرض لحساب معامل التناسب كيف نعرف معامل التناسب أربعة في كم لكي نحصل على تمانية اثنان واثنان في كم لكي نحصل على أربعة في اثنان إذن معامل التناسب هنا هو اثنان أي نضرب في اثنان لكي نحصل على تمانية ونضرب في اثنان لكي نحصل على أربعة اثنان اذا معامل التناسب هنا هو اثنان يمثل الشكل الأزرق تكبيرا أو تصغيرا للشكل الأصفر أجد معامل التكبيرا أو تصغيرا بالنسبة لكل حالة لاحظوا معي الشكل الأول ماذا يمثل الشكل الأزرق بالنسبة للشكل الأصفر إذن فهو تكبير للشكل الأصفر لاحظوا معي هنا طول هذا الضلع كم يمثل بالنسبة لضلع الشكل الأزرق النصف إذن معامل التكبير أم التصغير التكبير إذن معامل التكبير هو كم واثنان لاحظوا معي الشكل الأزرق بالنسبة للشكل الأصفر الشكل الأزرق أصغر من الشكل الأصفر إذن فهو يمثل تصغير يمثل تصغير إذن هنا نتحدث عن معامل التصغير معامل التصغير كم يمثل ضلع الشكل الأزرق بالنسبة للشكل الأصفر نحضوا جيداً نستعمل المصطرة لنحدد كم واحد اثنان ثلاثة أربعة أي معامل التصغير هو واحد على أربعة نتقل الآن إلى أتمرن ثالثاً أرادت مريم تكبير الشكل أ مرتين لكنها أخطأت حين رسمت الشكل ب أجد الخطأ المرتكب في الشكل ب ثم أرسم الشكل الصحيح في دفتاره لاحظوا معي الشكل إذن هنا الشكل ب تكبيراً للشكل أ لاحظوا معي هنا لدينا مربع واحد هنا مربعين هنا نصف مربع أو مربع بالنسبة لنصف دائرة هنا مربعين صحيح هنا ثلاث مربعات هنا ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة إذن أين هو الخطأ؟ الخطأ أنها حافظت على نفس عدد المربعات عمودياً واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد اثنان ثلاثة أربعة التضحيح يجب وضع ثماني مربعات أي أربعة في اثنان في طول هذا الشكل ألاحظ ثم أكمل المثالة أ هو للمثالة ب المعامل هو إذن لاحظوا معي المثالة أ هل يمثل تكبيراً أو تصغيراً للمثالة ب إذن أ فهو تصغير للمثالة ب إذن لنكتب تصغير ما هو معامل التصغير؟ لاحظوا كم لدينا من مربع هنا؟ واحد اثنان وهنا واحد اثنان ثلاثة أربعة واحد اثنان هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة أي معامل التصغير هو كم؟ واحد على اثنان المثالة C هو هو للمثالة B المعامل هو لاحظوا معي المثالة C يمثل تكبيراً أم تصغيراً للمثالة B يمثل تكبير إذن إذن لاحظوا معي كم عدد المربعات في المثالة C واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وعدد المربعات في المثالة B واحد اثنان ثلاثة أربعة إذن أربعة في كم لكي نحصل على ستة أربعة في ثلاثة على اثنان أربعة في ثلاثة اثنى عشر على اثنان اثنى عشر على اثنان تساوي ستة إذن المثالة C هو تكبير للمثالة B المعامل هو ثلاثة على اثنان المثالة C هو للمثالة A المعامل هو المثالة C لدينا ستة مربعات لدينا ستة مربعات أفقيا أو في الضلع وهنا مربعين إذن اثنان في كم لكي نحصل على ستة اثنان في ثلاثة ثلاثة سي هو تكبير للمثالة A تكبير معامل هو ثلاثة التمرين رقم خمسة الشكل F تصغير للشكل F تصغير للشكل ما هو معامل التصغير لاحظوا واحد اثنان ثلاثة هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة هنا واحد اثنان ثلاثة هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هنا اثنان وهنا أربعة إذن ما هو معامل تصغير الشكل أح للشكل أح أي إثنان في كم لكي نحصل على أربعة إثنان في إثنان إذن معامل تصغير هو واحد على إثنان أي إثنان تمثل نصف أربعة أرسم تكبيرا للشكل أحب معامل ثلاثة على دفتري شكرا لتتبعكم وإلى درس آخر